وإذا انتقلنا إلى قضية أخرى وهي قضية خلق آدم عليه السلام وكيف أن الإسلام يقرر أن الإنسان هو آخر الكائنات الحية ظهورا على الأرض روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة آدم عليه السلام آخر الخلق وهذه القضية ليس عليها خلاف اليوم بين أهل العلم الإنسان هو آخر كائن حي ظهر على هذه الأرض وانظروا أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب هل نحن خلقنا من عجب الذنب؟ عجب الذنب أسفل العمود الفقري آخر العصعص فهل هذا المكان منه خلقنا؟ في أول الأسبوع الثالث من عمر الحمل يظهر ما يعرف بالشريط الأولي هذا الشريط الصغير مسؤول عن تشكيل الجنين ويبدأ في تكوين خلايا متخصصة التي سيظهر منها الجنين في آخر الأسبوع الثالث من الحمل يبدأ هذا الشريط في الاختفاء ويترك مكانه ما يعرف بالكودة الإمنينس إذن الكودة الإمنينس ناتج عن الشريط الأولي هذا الكودة الإمنينس سوف يقوم بالتضاؤل مع الوقت ويشكل منطقة العصعص إذن العصعص في الأصل هو الذي شكل الجنين المكان الذي منه خلقنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 عام تخيل رجلا يرعى أغنام على قراريط لأهل مكة صلى الله عليه وسلم يخبر بدقائق لم نعرفها إلا مؤخرا وأنا والله الطبيب عانيت حتى أستوعب دقة هذا الحديث وكيف أن هذا الشيء الدقيق الذي ظهر في الأسبوع الثالث هذا الشريط الأولي سيختفي مع الوقت ويتحول إلى العصعص ما هذه الدقة وما هذا الإعجاز إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب والله إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو كما هذا العقل موضوع الإعجاز العلمي الموثق هذا والله يحتاج إلى موسوعة كاملة موسوعة يعمل عليها علماء وباحثون مختصون فهذا ميدان عظيم وفيه نفعل الناس جميعا وما هذه الحلقة والحلقة السابقة إلا صفحة من هذا العمل الذي أتمنى أن أراه يوما ما فما أكثر آيات الإعجاز كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمواج الداخلية في البحار أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج أمواج داخلية تحت الأمواج الظاهرية هذا أمر لم يعرفه العالم إلا مؤخرا فلا يمكن أن يرى لا بالعين ولا بالسباحة وإنما تم رصده فقط بالأكمار الصناعية فالموج الداخلي أضخم بكثير من الموج الخارجي الموج الداخلي في أعماق المحيط يكون كالجبال يصل ارتفاعه إلى ستمائة قدم كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدقائق كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان فيه ثلاثمائة وستين مفصلة تلتمية وستين مفصل قال صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل يعني تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله تنوع في هذه الأذكار بحيث يكون المجموع ثلاثمائة وستين مرة فمن فعل ذلك فإنه يمشي وقد زحزح نفسه عن النار والآن نركز في هذا العدد ثلاثمائة وستين مفصلة خلق الإنسان على ثلاثمائة وستين مفصلة هذا العدد الدقيق هو الذي استقرت عليه المراجع الطبية الحديثة فالمراجع الطبية اليوم تقرر أن عدد المفاصل في الإنسان هي ثلاثمائة وستين الإنسان ثلاثمائة وستين مفصلة هذه القضية اليوم أصبحت إحدى القضايا العلمية المثبتة فكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد؟ بهذه الدقة التي ما كنا نتخيلها أي إنسان لا يتخيل أن الإنسان به كل هذا الكم من المفاصل بعض الملاحدة العرب زعموا من سنوات كذبا أن مرجعا صينيا قديما ذكر هذا الرقم ثلاثمائة وستين مفصلا وتبين بعد العودة للمرجع أن هذا كذب وأن الرقم المذكور هو ثلاثمائة وخمسة وستين وليس ثلاثمائة وستين العدد المثبت طبيا اليوم ثم صراحة أنا لا أدري كيف ينسب الملاحدة للنبي صلى الله عليه وسلم علم أهل الأرض ينسبون له علم الصينية والسريانية والفرعونية وثقافات العالم كل هذا حتى ينفو عنه بعض المعجزات ولا يستطيعون والله حالهم بائس موقفهم مزري مفلس وسوف يبقون هكذا يجادلون في الحق بعدما تبين والباحث عن الحق والله تكفيه آية واحدة من آيات صحة هذا الدين تكفيه معجزة يكفيه دليل يكفيه قول الله تعالى وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ هذا الموضوع اليوم أحد أسس علم الأحياء عنصر الماء داخل ضرورة في تركيب كل كائن حي والعلماء الذين يقومون بالبحث عن حياه خارج الأرض هم في الأصل لا يبحثون عن حياه وإنما يبحثون عن الماء لأنهم يعلمون تماما أنه لا حياه بلا ماء وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ آيات الإعجاز والله لا حصر لها أشكركم على الحسن الاستماع وأقول لكل ملحد فكر والله سوف تصل لكن فقط تجرد لهذا الحق ولا تصدق من يريد أن يضلك عن سبيل الله والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِيْحَكَ مَنْ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين